ينضم إلينا من مصرطة الباحث الاقتصادي عبدالله شلتات أهلا بك أستاذ عبدالله الاتحاد الأوروبي قدم حتى اللحظة 500 ألف يورو فقط لإغاثة المتضرين من العاصفة مقابل 500 مليون في مكافحة أزمة الهجرة ما هي بداء الحشد التمويل الإغاثي في ليبيا في ظل هذا التخاذل الدولي؟ تحية لحظة التكسير العزيزة وإلى كل من يشاهدنا عبر تلفزيو العربي طبعا في هذا الأمر سواء لحجد الدعم الدولي أو تهيئة الأوضاع المحلية للإنفاق وذلك لإعادة من تضرر وذلك بالإعمار والبناء نعلم بأن هذه كارثة طبيعية التي اشتاحت مناطق الشرق وخصوصا منطقة درنا أدت بحياة عديد من الأرواح أولا نتأسف عنها وثانيا أدت بتدمير كبير في المساحة بالنسبة للبناء التحتية لدينا على مستوى البناء التحتية سواء كانت طرق أو الجسور أو ما يتعلق بخطوط نقل الكهرباء أو خطوط نقل المياه وكذلك أيضا ممتلكات المواطنين من المباني وغيرها من المصانع الواقع في ذلك المقعة الجغرافية التي أصابتها سيول الفيضان ولكن إنما خصص من مبالغ سواء من الحكومة في الشرق الليبي أو حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا لصالح إعادة الإعمار ولصالح إغادة هؤلاء المنكوبين في الشرق الليبي هو جزء يسير الحقيقة مما قبل أن يتم حصر كامل لحجم الضرر وكذلك أيضا أن يتم تقديرات مبدئية سواء للمتضررين من المواطنين أو الممتلكات العامة طيب ما هي البدائل لحجل تمويل إغاثي الدولي؟ هل هناك اعتماد مثلا على النفط قطاعي النفط والغازي؟ الإغاثي الدولي سأجيبك عن هذه النقطة فعلا هو الدعم الخارجي فيما يتعلق بالأمم المتحدة على مستوى الأمم المتحدة حسب الأخبار المتداولة والتي تتنقلها وكالة تنباة عالمية وحسب التصريحات أيضا الصادرة من بعض المسؤولين في منظمة الأمم المتحدة سواء على صعيد بعتة الدعم ما يتعلق بأن هناك 10 مليون دولار أعلنت عنها الأمم المتحدة لحجل الدعم لصالح منكوبين فيضانات في الدولة الليبية منظمة الصحة العالمية أعلنت أيضا أنها ستخصص 2 مليون دولار لصالح منكوبين هذه الفيضانات وكذلك أيضا هناك مساعي أخرى من الاتحاد الأوروبي وغيرها من المنظمات ذات العلاقة ولكن ليبيا غنية لا شك في ذلك وبالنسبة أنها قادرة على إعادة إعمار هذه البناء التي ضمرها الأعصار أو الفيضان ولكن في نقطة جدا مهمة وهي نحن بحاجة إلى تقنيات وليس بحاجة إلى أموال نحن بحاجة إلى تقنيات حديثة للبحث والتعرف بداية في هذه المرحلة الأولية على الجثث وكذلك أيضا على المفقودين ومحاولة إنقاذ من هم على قيد الحياة تحت ركام أما فيما بعد فموضوع التنصيق ما بين التعاون الدولي عبر الشركات الأجنبية وكذلك أيضا الشركات المحلية والحكومتين في الشرق أو في الغرب أو عبر البرلمان الليبي وما خصص وبإذن الله سيكون له فرصة قادمة وفي إطار حالة التوحدة لانتشهدها البلاد عبر مواطنيها من الغرب والشرق والجنوب هذا ما سينجح في قادمة الأيام هذه الخطوات بعون الله شكرا للبحث الاقتصادي عبدالله شتات من صراطة على كل هذه المعلومات